أعلنت وزارة زراعة حالة الطوارئ بكل قطاعاتها استعدادة لاستقبال عيد الفطر المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة وإزالة أي حالة تعدي بجانب مراقبة أسواق اللحوم والأسماك لحماية صحة المواطنين المزيد من التفاصيل مع زميلة مرنة عادل مراسلة أكترا نيوز مرنة إليك كلمة أهلا بكي فيروز أهلا بكل مشاهدي شاشة أكترا نيوز كل عام وكل المصريين بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك إذن مع تزامن هذه الأعياد تقوم وزارة الزراعة بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في مختلف منافذها إن كانت الثابتة أو المتحركة لتوفير حاجة المواطنين من السلع الغذائية نتحدث عن السلع الغذائية الرئيسية الدقيق السكر الزيت وأيضا عن منتجات اللحوم ومنتجات الدواجن وكل المنتجات التي قد يحتاجها المواطنين أيضا كحك العيد كل هذه المنتجات تتوفر في منافذ وزارة الزراعة بأفضل سعر حيث أنها تخضع لخصومات تصل من 25 إلى 30% وأيضا أفضل جودة نظرا للرقابة المستمرة التي تخضع لهذه المنافذ ربما التفاصيل أكثر عن توفر هذه السلع والمنتجات تكون معنا الأستاذة منال إبراهيم المسؤول عن منفذ وزارة الزراعة أهلا بك على شاش أكترا نيوز أهلا وسهلا بحضرتك حدثينا في البداية ما هي الاستعدادات لعيد الفطرة المبارك كيف تتوفر كل المنتجات والسلع الغذائية بأفضل جودة للمواطنين طبعا استعداداتنا السنية دي غير العام الماضي طبعا استعداداتنا السنية دي لأننا نوفر السلع بجودة عالية وأسعار تنفسية بحيث أن المواطن ياخد الحاجة كويسة جدا جودة وسعر وعن الأسواق الأخرى أما نجد نقرنها فبتبع مختلفة خالص في الكوالة بتاع الجودة لأن احنا عندنا في الوزارة كمان بيبقى فيه نخبة من الأطباء بتشرف على هذا المنتج لحد ما بيتصنع لا يخرج للمستهلك بره بحيث أنه يبقى جودة وسعر بنيجي نقرنه للأسواق الأخرى نتلاقي حاجة الوزارة طبعا مصدر موسيق منه المنتجات هنا تخضع لخصومات من 25 إلى 30% لنعمل على تخفيض هذه المنتجات للمواطنين حدثينا عن الأسعار وأبرز التخفيضات اللي بتخضع لها هذه المنتجات طبعا التخفيضات من 25 إلى 30% على الاستلع الأساسية خاصة الرز الزيت السكر الماكرونة العسل النحل الرنجة الأسماك بجميع أنواحها اللحوم الفرش أو المجمدة والطيور الحاجات اللي هيحتاجها البيت المصري خاصة في أجازة عيد الفطر المبارك بالتأكيد أيضا كحك العيد أعتقد أنه له خصومات خاصة نظرا لإقبال المواطنين بشكل كبير على شراء خلال عيد الفطر المبارك حاجتين عن أسعار كحك العيد والخصومات أيضا التي يخضع لها أولا الخصومات الكحك والبسكويت والبيتوفور والغريب بالذات ده بيتصنع عندنا في مركز البحوث الزراعية طبعا جودة ومنطج وتشرف عليه نخبة من الأطباء التخفيضات بيبدأ هو من 50 إلى 90 جنيه لما نجي نكررنا بالأسواق الأخرى تخفيض هيصل في الكحك والبسكويت لـ 50% يعني إحنا بكمان بنساهم في رفع العبق عن المواطن كال المواطن لازم نساهم في الموضوع ده وده الدور وزارة الزراعة في حاجة زي كده بحيث أن إحنا كمان بنبعت العربيات المتنقلة الكرة والنجوع بحيث أن هي تصل للمواطن بدون أي تعب مكانه الأماكن اللي مش موجود فيها المنافس بتاعتنا يعني الوزارة بتعمل هي اللي تقدر عليه وإحنا كمان بنتمنى أن الرؤساء الأحياء والمجالس المحلية تعاونوا معنا في هذا الأساس أن إحنا ننشر المنطج بتاع وزارة الزراعة ويستفيد بيه المواطن الغلبان وهو مكانه دون أي تعب ولا أدنى مشكلة شكرا جزيلا أستاذ منال إذن مشاهدين كافة المنتجات والسلع الغذائية تتوافر في منافذ وزارة الزراعة إن كانت أثابتة أو المتحركة بأفضل جودة وأفضل سعر والكلمة إليك مرة أخرى فيروز الزميلة برنا عادم مراسلة أكشونيوز بشكر جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات وبشكر ضيفتك الكريمة